السلام عليكم الشباب ومرحبا بكم في هذا الفيديو كنسيغنو هاد الموستاجات اللي خرج من وزارة التربيه الوطنية فيما يخص الفروض ديال المراقبة المستمرة دونك كنا ديجا شرحنا بان الفروض اللي غدوز كل دورة وهما ثلاثة كل مادة كدوز فيها جوش ديال الفروض في القسم ديالك كدوز يوملك دوست ديالك ثم في الاخر ديال كل دورة كدوز واحد الفرد ليهو موحاد داكو موحاد امتيحان موحاد يعني في جميع المشتويات سواء كدقري في السبعة ولا التمنة ولا التسعة ولا الصينيكيام سيزيان وباكالوريا دون كدوز جوش فروض في القسم ثم الفرد الموحاد كي يجمع فيه الاساس دا وكدوز ذاك الفرد رقم ثلاثة دابا هاد المذكرة الجديدة اللي صدرت اليوم قال لك تم توقيف هذا تم توقيف العمل بالمذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بتأطير اجراء المراقبة المستمرة لموسم الدراسية 2021-2022 قال لك هنا تعلون الوزارة التربية الوطنية والتعليم الاول والريدة انه تقرر توقيف العمل بالمذكرتين دونك دونك المذكرة اللي كتقول بانك سكدوز ثلاثة الفرد جوش الفرد في القسم ديالك وفرد واحد موحد مبقاش دا بعد شيء نرجعه كما كانت نقوم بالاول يعني ستخدم الفرد اللي كتخدم ادوز الفرد اللي كتخدم في كل مادة مثلا في السجنس دولار في دولار تاع كتكون عندك جزء الفرد فرد الاول وفرد ثاني ثم بالنسبة للفرد الثالث النقطة الثالثة للسجنس دونك نتمنوا انكم استفتوفوا في هذا الفيديو دونك انا هنرجعوا يبقوا العمل هنا في اخر سطر اخر جملة ويبقى العمل بالمقتضيات تقومية المعمول بها قبل صدور المذكرة يعني انا نرجعه الاول دونك كيفاش يعني غدوز جوش فرد ولا تلاسات الفرد على الحساب اشحال المفردكات تدير في كل مادة حنا في العلوم حيث سيكون عندك جوش فرد فرد الاول وفرد ثاني ثم النقطة الثالثة اللي كعطي لك لأستاذ تسمى النقطة للانشطة المندمجة ابوني على الشين اسفيتي بيك بوغ كومبونة لللسون بارتاجي الفيديو بتوفيق الجميع ان شاء الله لايستلكم الامر